قلنا نقول إنه رئيس خاد في الوضوء في الأول والآخر والحقيقة بأول تلاية حاد الجامعة وكان مرورها بتعليم الثاني والحقيقة إنه رئيس حافظ ثاني عاد بكثير رئيس ودعمه لإنشاء ميد مدرسة متميزة في وضعات أعزاء التعليم ويمكن رئيس بصرة للسيد رئيس والشاهدين إنه الفاصل هو لكنه إنه كان الفاصل هو واحد وبالثالث مليون جنيه حتى هو طبعا بلاسة تكتفة كبيرة فنحن عندنا 30 فاصلة فالمدرسة تلات مليون عندنا ميد مدرسة يعني ثلاثة مليار جنيه يعني تقريبا أنا شوفت حين انه رئيس بالتقليم عن كرم ويمكن ميد مدرسة عندنا ميد مدرسة ثلاثة والبعال تمام لكنه ده يعكس يعكس ده رئيس مش باكس بالتعليم كتعليم مجرد كل التعليم لكنه تمال تمال يستماليش بالتعليم ونتم بواحدة معيون التعليم في العالم في الوقت كله والتعليم ده يقبل بجودة وبعدالة وبتكافئ فرص الجميع سيد رئيس رضي آر خلي الدولة نفسها تساهم هذا وقت كبير في التمويل 100 مدرسة ده معناه ان الدولة لا تدخل ابدا على يعني طبعا ده نفسها كتير لكنه الدولة بتقدر كل ما تصفها في هذه الأزم التي تمور بها كمان يعني ده تنبيل تعليم التدار التعليم الثاني وممكن سعيد جدا بالمغارة الجنجات عايزين نشرحها للناس دكتور لان فيه ناس كتير قوي ما تعرفش هي بدأت حادث عن إنشاء الجامعات التكتولوجية وده يكفي لي علاقة مثل جديد لان كان فيه التعليم العالي والخصوصات وفرص العمل والتعليم من أجل فرص عمل المستقبل التعليم التكنولوجي عارسين الدولة الآن تخلى تخلى بقوة فيه وأشاهد في حد وقت 11 جامعة تكتولوجية والطريق كمان عرب منهم حوالي 7-7 عشان يبقى المجموعة 17 جامعة تكتولوجية وبتستهل فيهم تحية مصر ده تقريبا 50% تكلفة ده عشان إيه؟ عشان يخرج أجيال من الخرجيين اللي بينتهروا مهن بيطلبها مستقبل فرص العمل اللي هم نسميهم التقني يا دكتور أحمد التقني التعليم التقني التقني أو التقني السبب ليس أتكلم وقال وده حقيقي في العالم كل وقت التعليم النظرية تلكوليات الأداف والتجارة والتصريح مقلوبة كل حاجة ما حتى تقول أنها تصلق عليها لكن الأعداد بدل ما بنوضي فيها 100 ألف مثلا تفعي أول 50 ألف ثم نتوضيها بالخطيئات التعليم التعليم التكنولوجي أو التعليم التقني أو التعليم التصديقي اللي بيسم حياة الناس مباشرة في كل شيء الجزء المهم جدا هو أنه التعليم التعليم من أجل فرص العمل وإحنا عارفين كلنا أن الصورة الرابعة والصورة الرابعة والصورة الخمسة كمان التحول في التجاهين مهم جدا التجاه الرقمنا اللي هو التحول الهقمي ثم كمان التحول الأخضر أنه التعليم لازم يخدم فرص عمل مستقبل اللي هي الخضراء اللي هي بتكسب الطلاب دعنا المهارات الخضراء أنه العالم ده يتواصف بيئيا مع مطلبات وإحتياجات يعني شاهدين كلنا أنه مدى الكوارث البيئية اللي بتحصل في نتيجة التعليمات المناخية جدا عبر المثل سنة اللي فاته الترعيزة مثلا بتتكلم عن مستقبل فرص العمل اللي هي بتتواجه للتجاهين دول الرقمنا والاستقبل أخضر فلما بنواصل التعليم بتاعهم بدل ما يولدنا يعني لكنه بدل ما مثلا مئة ألف ده ما قولت يروف التعليم النظر إذا التجارة والأداب والحفوق وهذا الخلال خلي خمسين من أورة يروفه وخمسين من أورة يستجه لهذا التعليم اللي بيخبر فرص عمل المستقبل عشان الولد اللي بتخرج له والبنك اللي بتخرج يبقى عندها فرصة عمل يعني بسموها لكن يعني فرصة عمل يجيهم مقادم يستطيعون يواجه الحياة بيها ومتطلبات الحياة بيها يدر حياته ويبقى عنده فرصة عمل وخلينا دكتور أحمد عشان برضو نبقى أكثر توضيحا وعملية وعزرا لمكاتحة حضرتك هنا النهاردة الشاب بيتخرج لو الوظيفة التقليدية للكلية التقليدية يجي يقولك أنا هجيب شقة إزاي أنا هرتبط إزاي أنا مش عارف عمل إيه لكن إحنا محتاجين هذا عشان تعرف تجيب شقة إزاي وترتبط إزاي ويبقى داخلك محترم تعرف تايش عيشة كويس صح كده؟ هو ده بالضبط يعني المسياد ريسكن بيقصودهم عبد حتى لو أشتغل هورثة وفيد أجاب أو كده أو أشتغل أبسا أن مثلا بأسين جنيه وإزاي وإزاي أنا هجي مش حاير بلوقتي لكن لو أنت تقني وعندك مثلا في تكونجي المعلومات أو في الدكالة الصناعي أو في حتى في التبريد تكيف حتى في السيارات أي من هذه المجالات اللي جاية واللي مستمرها استمرار الحياة هتلاقي داخلك مثلا أنا في نزلات مسألة معاشر ثلاث جنيه وخمسائر بتروح لشرايح تانية شرايح تانية مختلفة أه طبعا 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 لأنه الأجر على قدر الهمية الفظيفة أو يعني اللي تخديمه أي سر هاته هذا لكن هل أشتغل على نقطة مهمة جدا في حديث ساد رئيس النهار وده اللي هو واختيارات الطلاب للتخصصات اللي حدثوا فيها ده مظلوم برضو من الدولة ككل بقى إنها تقول كامل طبعا رئيس النهار ده تحولوا المظلومة تخدم الطلاب خطيقة لأنه الطالب وهو داخل الجامعة هو طالب جايب السلامة العامة ولا جايب السلامة العامة ولا جايب السلامة الفاتي ويتحو الجامعة هو ما عندهوش هذه الثقافة وما عندهوش كمال داييرات ولا ديتة يبطي خليقه القرار الصحيح الثواء بتعمل دي دلوقتي بتعمل حاجة ما هي مظلومة على مطلق العمل إنه الطالب وحتى الملفات العالمية نفسها تبقى عارفة هو المهنة دي أو الوظيفة دي أو التخصص ده أو التخصص التعليمي ده أو الفلية دي إيه المظلوب منها خرابوا من نوع المهرات عدد الخرقين من المجهة العشر والعشرين سنة إذا عدد أكتر بجينا كمان والخمان بيأخذوها كطعات كده يعني الخريجين دي بعد عشرين حيبت توقفهم إيه هل القصاد الخدمي ولا القصاد الصراعي ولا القصاد الصراعي ولا إيه ده دور الدولة إنها لابد توفر هذه البيانات خلال هذه المكاتر التعليم العامة والإحصان مثلا إنه يوفر هذه البيانات أمام جهاز التعليم وأمام الطلاب نفسهم اللي بيخشوا بيدخلوا هذه البيانات عشان يداروا يقرروا